مستمرين مع كل مشاهدين وكل جمهور النادي الآلي في كل مكان شوت عظيم الحقيقة الكل اجتهت فيه بالنسبة لعيب النادي الآلي صفحة وتقفلت عن شوت الثاني في القاهرة لكن أكيد حابين نحاية كل نجوم النادي الآلي وعلى عصوم الحقيقة وسام أبو علي مجود كبير جدا وسام النهاردة الحقيقة بازلت مجود صعب جري في كل حتة كان محتاج أن انت تطلع كل اللي عندك في الشوت الأول هنا في تونس شايف المبرز زي الأجواء زي حطينا كده بخبرتك وشايف النهاردة اليوم كان عامل إزاي أهلا وسلام بكم لأن النهاردة كان ماتش صعب صعب أوي الحمد لله على التعادل إحنا جينا هون جيب جول نكسب الماتش كسبناش وجيبناش جول بس مراوحين بالنتيجة كويسة ده حاجة أنا شايفة كويس إلنا وإن شاء الله إن شاء الله نكسب قدام استاد مقفول بالكاهرة إن شاء الله يا رب وماتش صعب يعني الواحد يقول لي كل واحد كل عيب كان يجري لنفسه ولزميله لحده وأنا من أول قدام والآخر العيب وراه كلنا عارفين إنه ده ماتش علينا ضغط قوي 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 من الجمهور يعني ما شاء الله عليهم بيضغطوا وبساعدوا في الإتن وإحنا كرجالة كفرقة كل 11 ومش عارف كم واحد عادين برا كله ساعدنا بعض ده اللي كلمناه بالماتش وده اللي حصل الحمد لله خبرات الكبيرة والتحضير النفسي كان مهم جداً وسام وتحديداً كمان مع ميستر كولر معاك أنت شخصياً ميستر كولر اتكلم معاك قالك قبل المباراة لأن أنت الحقيقة بازلت مجود كبير وواضح إن كان في تعلمات خاصة لوسام أبواني في حاجات ما بكلم فيها عشان ما شاطي جاي يمكن أرجع عيداً بس غير كده ما كلمنيش كتير يعني حاجات زغيرة بتضغط أضغط عمين أضغط فين أجري زي لما يكون معنا الكورة وقولك آخر وآخر ويعني كالعيب كورة لما تحس الماتش وتحس الإحساس في الماتش يعني تضغط علينا عم تضغطين هنا لتحت إذا أنت بتكون عايز تكري هالمتر مترين ساعد زميلك بتساعده أنا أول من اللعايب دول فلا أي اللي اضغط ضغطك وإلعب لعبك واليوم لعبت لعب الماتش اللي هو كان صعب وكان زي المخانة مباراة الثانية مع وسط جمهور النادي الأهلي في السادة القاهرة لها حسابات مختلفة فنياً وجمهرياً وسام شايف التحديد إزاي الفترة اللي جاية ورغبة اللعبين إزاي نحصد اللقم 12 بمشيئة الله لا أهم حاجة إحنا في دماغنا كلنا إنه لازم نكسب الماتش ده وإن شاء الله إن شاء الله نكسب نتيجة كويسة أجينا إنو إحنا ندافع كويس كفرة واخترعنا كم فرصة كمان هنا مش أكبر فرص بس يعني من الضغط و وفي الظل الظروف ومن قلوبنا لبعضنا اخترعنا كم فرصة فإن شاء الله بالكارة يكون مختلف شوي معنا الكورة أكتر نقلين هني يقروه نعمل فرص ونجيب جول اللي كسبنا الكاس والماتش إن شاء الله يستمع شكرا حبيبي شكرا جزيلا لكل شكر والتقدير والتحية الحقيقة للوسام أبو علي وكل إنجوم للنادي الأهلي مجود صعب جدا كويس كانت صعبة الحقيقة سواف التدريب الأخير سواف المباراة سواف التحديد للجماهيري لكن الحقيقة يمكن لعبة نادي الأهلي كالعادة كانت رجالة قدرت تتخطي المباراة الأولى زي ما بنقول شوت أول انتهى ينقص نشوت تاني النادي الأهلي في خطوة مهمة جدا نحوه ومناصة التتويج وإن شاء الله بإذن الله في القاهرة لها حسابات عديدة ولها حسابات أيضا مختلفة مع الجهاز الفني ومع كل جمهور النادي الأهلي اللي رهانا كبير جدا عليه إن شاء الله بإذن لكم فرحة كبيرة جدا في مصر مع كل جمهور النادي الأهلي